مشاهدين أكرام بنصبح على حضراتكم وحلقة جديدة من حلقات بنصبح عليك معكم أنا سارة الهلالي وحلقة يوم الجمعة بنتمنى أنها تحوز على رضا حضراتكم كالعادة هيكون معانا فقرات حوارية ولكن كمان هيكون معانا فقرة الأخبار وحيكون معانا فقرتين بعد فقرة الأخبار هيكون معانا فقرة مع الموهبة العازف أحمد نبيل وهيكون معانا فقرة عن التراث وهيشرفنا فيها دكتور سعد شمس الدين أستاذ الاجتماع بجامعة الأزهر أما الآن فقرة الأخبار السريعة وأول خبر من جريدة الأهرام رئيس السيسي يستقبل ممثلي الشركات العالمية الصينية والفرنسية وسويسرية العملاء في إدارة وتشغيل خطوط الملاحة والحاويات ويؤكد سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخناء الدخيل اللوجيستي ويخدم التجارة العالمية بننتقل لأخبار مصر الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على تعديل اتفاق تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية وزارة التضامن تعلن الأمهات المثاليات العام 2023 على مستوى الجمهورية عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأمة المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية هودة عبدالاطيف محمود مصطفى من محافظة كفر الشيخ وفازت عزيزة أحمد عمر بالمركز الثاني من محافظة الوادي الجديد وجاءت في المركز الثالث مرفة السيد محمد علي البسيوني من محافظة السويس وبننتقل جريدة الوطن الصحة فحص 1.7 مليون طالب بالصفة الأولى الإعدادي للكشف عن فيروس سي فوائد ركوب الدرجات لمرضى السكر تحسين حساسات الإنسولين والتحكم في الوزن النشاط البدني يحسن الصحة النفسية للأطفال أما عن أسعار الذهب وجريدة الوفد أسعار ذهب أمس الخميس سعر ذهب عيار 21 سجل 1930 جنيه سعر ذهب عيار 18 سجل 1654 جنيه جرام الذهب عيار 24 سعره 2206 جنيهات أما الجنيه الذهب فسجل 15440 ألف جنيه أما عن الأرصاد فتقس الجمعة ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 25 درجة وإليكم بيان بدرجات الحرارة القاهرة العظمى 25 الصغرى 15 الأسكندرية 20 والصغرى 14 مطروح 18 والصغرى 13 سهاج 28 والصغرى 11 قنى 29 و13 أما أسوان فالعظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة وبكده بتنتهي فقرة الأخبار والشعوب لا تتكون بهذا الشكل المبسط أو تتكون اعتباطاً الشعوب تتكون نتاج لثقافات ومورثات وعادات وتقاليد وأشياء تؤثر فيها وتتأثر بها الحالة الجغرافية تؤثر المكان اللي بنولد فيه بنتأثر بالسعاب والحروب اللي بناخدها بيتأثر بها الشعب في قد كده كل شعب بيبقالوا مذاق خاص وتراث خاص يميزهم عن باقي الشعوب هنيجي للأمة يعني الإسلامية هنلاقي أن لها يعني بصمة خاصة هنيجي تحديداً للشعب المصري هنلاقي أن فيه حضارة مختزنة بداخل المواطن المصري رائع لأن عندنا خليط ثقافي رائع عندنا الثقافة المصر القديمة أو الثقافة الفرعونية عندنا ثقافة القبطية عندنا ثقافة الإسلامية عندنا تنوع ثقافي بشكل كبير أهل بحري غير أهل الصعيد غير البدو ولكن كلنا بنجتمع على حب مصر ورغم هذا التنوع الثقافي اللي بيدي ثراء كبير على نفس قدر التوحد أو الوحدة الوطنية اللي بنتعايش ونعيش بيها اسمحوا للمشاهدين الكرام نتكلم عن التراث وأهميته في تكوين الشخصية المصرية مع ضفنا اللي بيشرفنا النهاردة الدكتور سعد شمس أستاذ الاجتماع بجامعة الأزهر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك منورنا النهاردة وحبتدي كلامي مع حضرتك بالتنوع الثقافي الخطير اللي اتكلمنا عنه في المقدمة وانتهت الفرصة أن أقول لحضرتك والسادة المشاهدين كل سنة وانتم بألف خير ونحن أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم وشهر رمضان الكريم زي ما هو ليه تقوس إسلامية بحتة زي ما هو بيؤكد على فكرة التراث والتفرد المصري كلنا مسلمين ومسيحيين نحتفل بشهر رمضان الكريم شهر رمضان في مصر يختلف عن الأمة الإسلامية وعن العالم كله وده له علاقة أيضا بالتراث كلمني عن المقصود بالتراث وعن التراث المصري المتنوع الأصلي أهلا وسلم بحضرتك في البداية طبعا اسمحيلي أرحب بحضركم والسادة المشاهدين وأشكركم على كريم الدعوة التراث الثقافي يعني هو عبارة عن كل العادات والتقاليد والأعراف والفن وكل المهن اللي بيتمنق لها من جيل لجيل فيعني عندنا مورثات يعني الإرث ده هو كل ما ترك من الأجيال السابقة من الأباء والأجداد عفوا الأجداد والأباء يعني الأحقاب الزمنية حتى السابق التراث فن التراث علم التراث مهن وحيرف التراث يعني طريقة في اللبس عادات وتقاليد بالضبط عادات وتقاليد وأعراف كلها يعني ورسناها والمفروض أن نحن نحافظ عليها أي نعم بيقابلنا جديد في الثقافة وبيقابلنا جديد في التكنولوجيا وبيقابلنا المجتمعات الحديثة طبعا لما بنختلط بيها من خلال بيحصل المسجل حضاري أو المسجل ثقافي بنتقبل من ثقافتهم ومن حضاراتهم ما يتواقم وما يتفق مع ثقافتنا وحضارتنا وبنترك إلى آخر وبالتالي احنا بنلاقي عندنا مورثات ثقافية شعبية جميلة جدا يجب أن نحافظ عليها في كل قطاعات الحياة يعني بنلاقي في التعليم بنلاقي في الصحة بنلاقي في طريقة الأكل والشرب بنلاقي في طريقة اللبس بنلاقي في سلوكياتنا حتى يعني نفسنا احنا حتى لو تكلمنا عن الشعب المصري نفسه في تنوع رهيب في يعني عادات وتقاليد على حسب الجغرافيا أو المكان حنلاقي أنه وبالرغم من ذلك إلا أن احنا كلنا مصريين ويعني متحدين على قلب رجل واحد أن احنا مصريين ولكن هذا التنوع بدل ما يحقق مثلا خلافات لقدر الله إلى أن هذه الاختلافات حققت ثراء وحققت يعني وفرة عند الشعب المصري إزاي حضرتك بتشوف اختلافاتنا الكبيرة اللي فعلا بتقدي أن احنا يكون شعب ثاري عندنا ثقافات متنوعة قادرين أن احنا يبقى فيه النقاط مشتركة مع بعض الدول ولكن فيه أيضا عاداتنا اللي بنحافظ عليها هو في البداية طبعا يا سبحاني لحضرتك أننا أتكلم عن جزئة مهمة جدا وهي أنه ربنا خلقنا أصلا على الفطرة مختلفين يعني بيننا فروق فردية بين الأفراد طيب ما بالحضرتك بالمجتمعات لكل مجتمع ثقافته ولكل مجتمع حضرته اللي بتعكس مقاوماته اللي بتعكس يعني سياسته اللي بتعكس شريعته اللي بتعكس كل معاملات وسلوكيات هذا التنوع خلينا نتكلم من تحت الفوق لو تكلمنا على المجتمع المصري حنلاقي أن المنطقة الجغرافية زي ما حضرتك فضلت وقلت بيختلف الناس اللي عايشين في الصعيد غير أهلنا اللي عايشين في بحري غير اللي عايشين في البد وفي سينة دول يوم تقوس ودول يوم تقوس دول يوم عادات وتقاليد وأعراف متمسكين بيها لأنها بمثابة المبادئ الأساسية اللي تربوا عليها وتنشأوا عليها اللي ما يقدروش يسيبوها يعني طريقة لبسوهم أبدا أبدا ما يتخيلوش نفسهم وهم لبسين مثلا زينا كده أخوانا وأهلنا في سينة ليه لأنهم تعودوا ونشأوا لقوا أن ثقافة جيلهم ومكانهم فرضت عليهم هذا زي تعالي شوف مثلا في الصعيد أيضا تقوس يعني في اللبس في المأكل في المشرب في السلوك في اللهجة في طبيعة البشر نفسهم لا وأحيانا الأعراف يعني تغلب على كمان القوانين المدنية يعني ممكن قضية كبيرة تحل بأعدة عرفية بالضبط بدل من المحاكم والنيابات ودي كنت أقولها لحضرتك في أنه مثلا عندنا في ريفنا في الريف غير الحضر عندنا في الريف بيسود نظام من الضبط الاجتماعي اللي هو أنه إزاي نتحكم في سلوك الأفراد بتاعة مجتمعنا العايشين من الريف النظام اللي سايد هناك نظام يسمه ضبط اجتماعي غير رسمي بيعتمد على وسائل عادية جدا وبسيطة زي مسائلتك تفضلتي العرف والشرع والدين العادات والتقاليد ولذلك ما بنلاقيش أبدا حجمه كم المشاكل اللي بترفع لي الهيئات القضائية والنيابية اللي بتماسل الحضر أو المدن وبالتالي هم هناك بيحكمهم عادات وتقاليد وأعراف بنلاقي في المدينة لا ما فيش الكلام ده أنا ما عرفش اللي ساكن معايا أو اللي فوق مني أو اللي جنبي أنا كل اللي بيحكمني قانون إحنا في بلد قانون بيني وبينه مشكلة حنتقل إلى الهيئات الشرطية والهيئات القضائية والنيابية وبالتالي بنلاقي أن حتى الضبط الاجتماعي بيكون هنا بيعتمد على القوانين واللوائح وهناك في الريف مثلا وفي المناطق البدائية وفي الصعيد وفي مناطق الأخرى زي المناطق البدوية وسيناء بنلاقي أن نوع الضبط هناك اللي سائد الضبط الاجتماعي غير الرسم اللي بيعتمد على الأعراف والتقاليد اللي تربوا عليها ونشأوا عليها صحيح قدم المورثات شيء مهم وقدم المورثات شيء نحافظ عليه على قدر ما أحيانا نكتشف أو العلم يكتشف أن بعض هذه المورثات أصبحت غير صالحة أو أصبحت مضرة أو أصبح ضرورة التخلي عنها زي مثلا النهاردة هنلاقي أنه في قوانين بتشرع نقدر مثلا أن هي تمنع ختان الإناث زواج القاصرات توريث الإناث فكل دي قضايا مسكوت عنها وكان ممنوع الحديث عنها وإلى الآن ممكن أن تحدث بشكل خفي وإنما الدولة تتدخل وبقوة للقضاء على بعض المورثات المضرة زي مثلا عدم تعليم البنات أو زواج القاصرات زي ما أنا قلت أشياء كثيرة تنتقس من حقوق المرأة بنشوف أنها نتجة عن مورثات ممكن تكون خطئة وده ما حصلش بس في العالم العربي أو في مصر وإنما كمان حدث في دول من قبل وإنما تغير مع تطور العصر كيف ترى هذه النقطة؟ وهيك الأمر ده بيرجع لجزئتين الجزئة الأولانية هي أنه اللي زي ما قلت أحكي لكل مجتمع ثقافته وحضرته اللي بتعكس يعني مقدار ما هو حافظ على قد إيه من التراث من القرس الكبير والتقيل اللي هو حاسس أنه عبق على أكتافه ليه هو حاسس أنه عبق الأجيال الحديثة حاسة أنه التراث القديم ده عبق على أكتافها لأنه هم بيوجهوا مجتمع حديث إحنا دخلنا على الجمهورية الجديدة إحنا بيحصل عندنا مفتاح ثقافي وجغرافي بيجلب لنا المزيد من الثقافات والمزيد من السياسات والإجراءات والسلوكيات اللي المفروض إحنا ناخد منها اللي يتطفق مع مبادئنا الأديمة الجميلة وأخلاقياتنا الجميلة اللي تربينا عليها ونترك ما لا يؤثر فينا التنشئة الاجتماعية أيضا تنشئة الأسرة الأبنائها على الحاجات الأديمة الموروسة والمبادئ الأساسية الأديمة الأجيال النهاردة بقت فيه فجوة بين الأجيال الجديدة والأجيال القديمة فجوة كبيرة جدا وبتزيد بتزيد ليه؟ لأنه الأجيال القديمة متمسكة بالله هذا القرس الكبير والعظيم واللي شايفان أنه هي يعني أبدا أبدا ما يجب أن احنا نتخلى عنه ولا جزء بسيط منه الأجيال الجديدة للأسف شايفين أنه هم داخلين على الحداثة والتكنولوجيا ويجب أنه هم يندمجوا ويعني إزاي يستغلوا هذه الثقافة وهذا التراث الجديد أو كل المستحدثات الجديدة فإحنا بنقول أنه التنشيئة الاجتماعية عامل مهم جدا في الحفاظ على التراث والثقافة أي نعم زياني ساتك سجرتي أنه في جزء من هذا التراث يعني صعب جدا وجامد ما يجب أن نحن نفضل متمسكين به تمشيان طبعا مع السياسات والإجراءات اللي بتاخدها الدولة من الناحية الصحية ومن الناحية الثقافية ومن الناحية التعليمية الأمور بتختلف ومن ناحية التصحيح الخطاب الديني اللي ركز عليه السيد الرئيس أكثر من المرة تجديد الخطاب الديني يعني معظم الناس تبقى فاكرة أنه هيبقى فيه خطاب ديني جديد لا أبدا هيبقى فيه دينا دين سامح وبالتالي هو يعني في بعض الأمور دينا طول عمره دين سامح يعني الفكرة أنه جدت فقرة يعني أو فترة حاولت فيها بعض الأفكار الظلمية أن تفرد نفسها فإحنا بنرجع للأصل انتشرت فيها الشقيعات اللي بتؤكد على جمود الأفكار وجمود الدين أبدا أبدا ما كانش كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصانا بحسن المعاملة وأوصانا وقال لنا أن دينا دين سامح وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيسامح ونحن رحمة للعالمين ليس فقط للمسلمين بالزبط حدثك وبالتالي عندنا طباعة ده مرضو هيخدنا حتى نحن نتكلم عن أننا كمصريين سبحان الله حاجة على الفطرة نحن مخلوقين فينا طباعة وعندنا غرائز من الناس ما يراها جمدة وصعبة وثقافات ما يجب أنها تبقى موجودة ولا نتنقل بيها من حقبة لحقبة أو من قرن القرن إلا أنه طالما أنها تعود بالنفع على الإنسان وتعود بالنفع على البشرية نحافظ على عادتنا وتقاليدنا النقطة دي أنا عايزة جيلها تحديدا الثقافة المختزنة بداخل المصريين لكن قبل ما أخرج من نقطة تغيير بعد المورثات خليني أتكلم كمان عن تأخر سن الزواج وعن صعوبة الزواج وتلاقي الشباب في الجيل الجديد يقولوا آه مين اللي قال أن ده الصح يعني مين اللي قال أنه العريس عليه كذا والعروسة عليها كذا مين اللي قال أنه لازم الشقة تكون تمليك مين اللي قال أنه لازم ونشوف أنه في غريمات ونشوف أنه في ناس يعني بتضع نفسها في ضائقة مالية بشكل كبير عشان تتبع المورثات وتخرج بابنتها أو بابنها بالشكل اللائق اللي بيحث عليه العائلة أو العرف أو هكذا وهتلاقي الأعراف تختلف من طبقة لطبقة وتستمر وبقوة برغم صعوبة الاقتصاديات بشكل عام في العالم كله كيف ترى التخلي عن مثل هذه المورثات اللي ممكن تكون مورثات إلى حد ما سطحية وإنما يعني متأصلة وبشكل كبير وتضع البعض في الدائقة المادية هو طبعا أنا بشكر حضرتك على اللفتة الجميلة دي أنه إحنا بنتكلم عن التراث الثقافي والمورثات الثقافية وأثارها على شعبنا وأشارها على الأجيال القادمة وإزاي نحافظ على الحاجات الجميلة منها وإزاي نتغلب على الحاجات الجمدة والصعبة اللي المفروض فعلا ما نتنقلش بيها من قرن القرن ومن يعني حقبة لحقبة عشان خاطر أجيالنا الجديدة طبعا بتعاصر ثقافات جديدة وبالتالي وتواجه صعوبات غير اللي كان بيواجهها أجيال قبل كده فمش عاوزين نزود الحمل والعبقة عليهم بالعكس إحنا المفروض نسهل لهم الأمور لكن ما يجب أن احنا نقوله في هذا الأمر أنه كل جيل كان ليه ثقافة كل جيل متمسك بثقافته كل جيل متمسك بعاداته وتقاليده حدريك أثرت النقطة مهمة جدا وهي تقوس الزواج مثلا أولا ما فيش حاجة اسمها يعني فتها قطر مين اللي قال إن الجواز ليه قطر؟ أبدا أبدا ما يجب أن يكون ليه ما نقولش إنه نصبها مجاش ليه ما نقولش إنه هو مقدر ليها وربنا أسم له وكاتب له كده بالنسبة للحاجات اللي الناس متمسكة بيها المهور والمغالاة في المهور والتقوس الغريبة للناس يعني عقدت بيها حقيقة كتير من الشباب وبالتالي عجبني جدا في بعض محافظات صعيد مبادرة عملوها إنه لا ما يجبوش دهب مثلا في حين إنه العراف جرت إنه لازم يجيب دهب دهب ده تقسي مهم جدا وإجراء مهم جدا وعيرات معينة ونسبة معينة وهكذا بالضبط من قال إنه فيه قرى وبلدان كاملة بتقول والله إحنا سلوا بلدنا كده إيه سلوا بلدنا ده؟ يعني إحنا تربينا على كده ونشأنا لقينا هلينا كده الصديقة الفلانية زملتي أختي أريبتي جايبة مش عارف خمسين عربية فيهم وبعدين أنا زروفي متسمعش ومكينياتي متسمعش هذا الإرث أصبح يعني بيمثل عبء سقيل ولكن الجامد منه الصعب واللي المفروض ما نتنقلش به لكن ما يجب أن يكون إنه إحنا نعتفز به هو الحاجات اللي بتعكس قيامنا الجميلة وأخلاقياتنا الجميلة اللي بتسهل على شبابنا وأجيالنا القادمة لأنهم حيلومونا وبالعكس هيحملونا المسئولية الكبيرة في إنه أصبحت حياتهم معقدة وأصبحت حياتهم مش ماشية وأصبحوا بيوجهوا ضغوط ومشاكل كتيرة في الحياة المفروض إحنا كأجيال بقى سبق إنهم ناخد بإيديهم للأفكار الجديدة والمنفاتحة ناخد بإيديهم إنه إزاي يتغلبوا على مثل هذه الضغوط هيجي بقى لنقطة الحضارة المختزنة بداخل المصريين اللي بتباني الحقيقة في أحلك الظروف الثقافة المصرية سواء كانت بالفنون سواء كانت بالكرم سواء كانت بالمميزات اللي أي حد بيجي مصر بيمشي يتكلم عن مثل هذه المميزات كيف ترى أهم صفات المصريين المتقصلة يعني نقدر نقول مع الجين المصري من عصور يعني طويلة جدا في الحقيقة يعني جزئية يعني أشكر حقيقة على إسارتها وهي إنه جينات المصري دي غريبة جدا حقيقة يعني العالم كله بيشهد بيها وبيشيد ليها يعني أحد الحاجات اللي الناس كلها بتشكر المصري عليها يقولك والله أنا لما تبقى عندي لمبة مثلا فيها مشكلة المصري يقول لي أنا أعملها طب عندي حنفية فيها مشكلة المصري يقول لي أنا أعملها ثقافته بتخليه يعني متخصص ومتعدد فيه التخصصات ومتنوع المهارات أيضا أنه حتى طبعه سلوكه يعني أسلوب تصرفه السفات والسماعات اللي بتميزه عن غيره من الآخرين وغيره من الجنسيات الأخرى ومن المجتمعات الأخرى طبعا لمعاصرته سلوكيات ومعاصرته ثقافة ومعاصرته التراث وإرث كبير جدا جدا ينعكس ده على سلوكه وبالتالي هو مخزن فعلا يعني ذاكرة مستديمة للثقافات ولي التراث القديم اللي المفروض فعلا ينقله من جيل لجيل ما هو ده التراث زي ما قلت لحضرتك كل المعتقدات والأفكار والفن والمهن والحرف والعادات والتقاليد والأعراف اللي بتتنقل من جيل لجيل بنحافظ على قد إيه منها وبنخرج من جيل لجيل بقد إيه من كل اللي احنا كنا موجودين به أو عايشين بين عصره أو بين أزره أو مؤمنين به وإحنا يعني ثقافة مهمة ورقم صعب وسط جميع الحضارات لأنه نعتبر إحنا أصل الحضارة ولسه بنتحدث عن التراث المصري إزاي التراث أثر على الشخصية المصرية إزاي من قدماء المصريين إلى الآن عندنا بعض الصفات المشتركة إزاي ممكن يكون عندنا صفات تأثرت سلبا أو صفات قدرت أن هي تتطور إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من تحسن هنلاقي أن إحنا مثلا شعب محب للأفراح لو دورنا في تاريخنا هنلاقي أن قدماء المصريين كان عندهم كمية أعياد يمكن 61-62 عيد فبالتالي إحنا محبين للفرحة والأعياد هنلاقي أن إحنا بنخرج من مشاكلنا بالنكتة في أحلك الظروف اللي عدت على الشعب المصري كان خفيف الظل يتعامل مع أزماته بالنكتة وبالفكاهة اسمحوا لنا نجدد لقاءنا مرة تانية مع دكتور سعد شمس أستاذ الإجتماع بجامعة الأزهر وتحدث عن التراث وتأثيره على تكوين الشخصية المصرية بشكل عام وعن تكوين الشخصية المصرية الموجودة حاليا والسؤال ده أنا بسأله عشان في نقطة مهمة جدا أن الأجيال الجديدة أو شبابنا هم ذخيرة المستقبل وهم إحنا نعتبر دولة شابة يعني نسبة الشباب 50 أو 60 أو 60 فهي نسبة كبيرة واللي عايز الحقيقة يهدم أي وطن بيدخل من هذه النقطة ومن الشباب فأنا عايزة الشباب المصري لما بيعرف أصله لما بيعرف تراثه بيبقى يعني بحق معدلة صعبة صعب استقطبها لأي أفعال متطرفة سواء يمينا أو يسارا كيف ترى تأثير التراث على الشخصية المصرية؟ طبعا هو التراث الثقافي والمورسات الثقافية ومن عادات وتقاليد وأعراف ويعني حرف ومهن وفهن كل هذه الأمور بتأثر على الشخصية المصرية من كم جانب فلو جينا مساكنة مثلا الناحية الجسمانية هل التراث الثقافي بيأثر على الناحية الجسمانية؟ صحية لكل مجتمع اللي ثقافته زي ما قولنا ففيه ناس بتأكل بتحب تأكل كتير جدا في ثقافتها كده بيئتها كده بتعمل أعمال شقة وبالتالي هي محتاجة تأكل كتير عشان تقوى على أداء العمل الشق اللي هي بتقوم بي ده وبالتالي هو محتاجة يأكل كتير غيره لا ده عنده يعني قناعة بأنه القليل يكفي وبعدين يشوف مثلا أن الجسم محتاجة أديه من العنصر ده أو من المادة الغذائية دي وبعدين يأكله لا ماشي على الروتين يعني زي رشية تجارة تبع عملية علمية بحتة يعني غير اللي بيستمتعوا بالأكل بالضبط فالناحية الجسمانية في الشخصية ما هي الشخصية يا حضرتك مجموعة من السمات والصفات اللي بتميز أسلوب تصرف الفرد لو بصينا لشكله أدي بحكم عليه شخصيته من شكله من طريقة لبسه من جسمه من أفكاره من عقله من أسلوبه من سلوكه من مزاجه لما أجأتكلمه من ردة فعله من ثباته الإنفعالي أو تعصبه مثلا فزي ما قلت لحضرتك لو جينا ساكنة الجزئية بتاعت أن التراث الثقافي يأثر على الناحة الجسمانية ازاي هيبع عندنا مثال مهم جدا مثلا في الصين يعني عشان برضو ده أكبر دليل على أن كل بلد لها ثقافة ولها تراث ولها حضارة بتنعكس على أفرادها في صورة الصفات طبعا وسلوك في الصين الناس أو الفتيات يعني كانوا يتنوا أصابع الأقدام بتاعتهم من قدام كده ويلبسوا الحزاء وبالتالي بيوقفوا نمو الأصابع دي أو نمو القدم وبالتالي لما تعمل كده الفترة طويلة يعني تمشي ماشية بشكل غريب شوية كده شكل غريب اللي احنا بستغربين وده هو عندهم شكل من أشكال الجمال وهو يقاس جمال المرأة بصغر يعني رقم صحيح صحيح يعني مثلا يعني بيطوأ أصابع القدم عشان يعني ما تنموش بشكل كويس أو ما تنموش بشكل طبيعي وبالتالي كان لها ماشية غريبة شوية كده احنا بنتحك عليها أو شايفينها يعني غريبة لا بالعكس ده يعني صفة من صفات الجمال وشكل من أشكال الجمال عندهم لما نجي ندور مثلا في بعض القبائل في المجتمعات القديمة والبدائية كانوا شايفين أن السمنة دي حاجة يعني جميلة جدا وصفة من صفات الجمال صحيح على الرغم من أن العلم والعلماء والأطباء قالوا لنا أن هي يعني لها خطورة على الجسم وعلى أداء الفرض ويشوف أنه ده ليه الطفل ده كده ممكن يكون صحي أكثر في حين أنه ده ممكن يكون معرض لأمراض أكبر هنلاقي أن ده نوع من أنواع جمال المرأة هنلاقي أن في المسلا في المجتمع تهي الأوروبي لا العود الفرنسيوي زي ما بيقولوا وهكذا يعني تختلف فعلا الثقافات بزبط وفقا لثقافة المجتمع نفسه لو جننا نتكلم على تأثير التراث على إزاي عقلية الإنسان المصري بتختلف عن عقلية أي إنسان على وجه الأرض من البشر هنقول لحضرتك أنه الإنسان اللي بينشأ في بيئة يعني تسودها المعتقدات الإسلامية والمعتقدات الأخلاقية الجميلة والمبادئ الأساسية الجميلة والقيم والأعراف والعادات والتقاليد اللي بتنعاكس على سلوكه بشكل إيجابي وكويس ده بتنشأ شخصيته متأثرة بهذه الصفات يعني برضو نرجع ونقول أن التنشأة الاجتماعية هي اللي أثرت على أنه الأب والأم حملوا من التراث الثقافي يعني القدر الكافي اللي غرسوه فيه نفوس الأبناء وبالتالي قدموا أجيال للمجتمع يعني نفعل نفسها والغيرها أجيال جميلة على عكس الإنسان اللي بينشأ في بيئة يعني بتسودها الثقافات الخرافات والخزعبلات والسلوكيات الإنحرفية أكيد هذه الشخصية هتنشأ متأثرة بهذه الأبناء في أفلام كتير أو قصص اتعاملت على هذه النقطة يعني ممكن يكون فيه أخين توأم يحملوا نفس الجينات ونفس الأم ونفس الأب ولكن هذا يتربى في بيئة سليمة نفسياً وصحياً وهكذا والآخر يتربى في بيئة فيها الجريمة وبالتالي بيطلعوا اتنين مختلفين تماماً رغم تطابق الجينات عندنا دليل كبير برضو على كلام حضرتك أنه حتى بصمتهم مش نفس بصمة لا فيش حد بصمته زي تاني بالضبط ده حاجة يعني متفردة ربنا صحة الله لا بس أنا أصدت بكلامي أنه في عادات مكتسبة نكتسبها من المجتمع اللي بنتربى فيه وفي جينات صحيح أيضاً قدر الثقافة اللي اكتسبوا هذا الأخ مش بيسوي نفس القدر اللي اكتسبوا أخوه تاني التوأم مع أنهم لنفس الأب ونفس الأم من نفس الظروف الاقتصادية والثقافية نفس البيئة سقف البيت واحد يعني قاعدين مع بعض للمنهار ولكن هذا اكتسب جزء من الثقافة لا يماثل هذا الآخر وبالتالي ده مختلف عنده في سلوكياته زي ما تفضلت حضرتك وولتي ده بالنسبة لتأثير التراث الثقافي على تكوين الشخصية من الجانب العقلي طيب لما نيجي ندور على الجانب الأخلاقي حنبص نلاقي أنه أيضاً الشخص اللي بينشأ في بيئة يعني تسودها الأخلاق الحميدة والصفات والخصال الحميدة ده بينعكس على سلوك ونجي نلاقي أن المجتمعات البدائية والمجتمعات القديمة كانوا بيستبيح ويستحلوا أكل اللحوم البشر معقولة آه كان فيه قبائل بتاكل لحوم البشر على الرغم من أننا شايفين أنه صفة مش آدمية وأبداً عفواً في اللفظ مقززة وبشعة ما يجب أن تكون إلا أنه كانوا في قبيلة شميس في الصين كانوا لما يقتلوا الأعداء كانوا يجيبوا الأكبات بتاعتهم ويكلوها ليه بيأكل كبد العدو بتاعه لأنه عنده قناعة أن كبد الإنسان هو مركز الشجاعة فهو عايز يبقى شجاع فيعمل إيه؟ ما دي بقى المورثات اللي احنا بنحكي عليها بالزبط حضرتك أيضاً نلاقي برضو أنه في بعض السكان فرنسا الأصليين كانوا بيقتلوا المرضى والفقراء ليه؟ هم نشأوا على كده أيضاً عندنا هنا لما نيجي بقى من بره لعندنا في مجتمعنا نلاقي أنه ريفنا الجميل العظيم وأهلينا في الريف حقيقة بيتميزوا بصفات مش عايز أقول أنه هم أفضل من الحضر لكن عايز أقول أنه كل مجتمع وكل حد في مكان ليه مزايا وليه عيوب من ضمن المزايا الجميلة في سكان الريفيين أنه هم سلوكياتهم وعاداتهم الاستهلاكية وترشدهم في الاستهلاك وادخارهم واستثمارهم وتميزهم بالعاطفة أكثر وحكمهم على الأمور بالعاطفة اللي بتغلب على قراراتهم غيرنا هنا في الحضر اللي بنحكم العقل نحن نصحين بقى ومثقفين ووعيين مع احترام الكامل لهم طبعاً لكن نقول المفروض عقلي هو اللي درني مش قلبي وده أمر طبيعي طبعاً لا هناك ما ينفعش يبقى جارك يعني أنت مثلاً وإحنا دخلين على رمضان ما ينفعش تبقى بتفطر وجارك ما عندوش الأكل إلا لما تدعو للفطار أعتقد نقطة حضرتك صحية صفات جميلة جداً ما زالت موجودة في قرانا وفي بلدانا في الريف من الكرم من الشجاعة وإلى الآن أعتقد برضو في المناطق الشعبية وفي الأماكن كل الجران عرف بعض كل الجران تتعاون مع بعض دي نقطة خاليني أتكلم فيها فكرة الكرم والفرق بقى يعني هنا ده هيوضح لنا جداً النقطة اللي كنا بنتحدث فيها الانتقال بالمورثات الجميلة والتخلي عن بعض المورثات السيئة من ضمن المورثات الجميلة فكرة الكرم الكرم فكرة العائلة اللي كلها على صفرة واحدة صحيح ولكن أيضاً يناقضها فكرة نقدر نقول الإصراف أو مثلاً أن يكون فيه أكل كتير جداً محدش هيكله صحيح حتى وإن كانت اقتصاديات هذا البيت لا تسمح بهذا الإصراف إلى أن بنشوفه وبنشوفه بكثرة في الأعياد ومن مورثاتنا أننا نحتفل بالأكل دايماً شم نسيم أي مناسبة عندنا شم نسيم لها أكلتها الرنجة والفسيخ وهكذا العيد الأضحى عيد التساعد بيسموه عيد اللحمة وعيد الكحك يعني احنا مسميين حتى الأعياد بأكلتها إزاي هنا عايزين نوضح أنه قد كده نفس المبدأ ونفس الموروث وإنما هنا هو حميد وهنا يجب التخلي عنه الاختلاف البيئة الجغرافية واختلاف البيئة الثقافية يعني أنا أحضر بحيك مثالي يوضح الجزية دي لو جبنا طفلين طفل من قرية في الريف وطفل من المدينة من عندنا من هنا وقلت للطفل أنت بتجيب اللبن منين أنت بتجيبه اللبن منين ما احترام الكامل حيقول لي أنا بجيبه من الحيوانات من البقرة من الجموس ده بتاع القري ولو جبت طفل من المدينة قلتوا أنت بتجيب اللبن منين سوبرمارك طب إيه الفرق هنا المعنى اختلف باختلاف الثقافة اختلف باختلاف الموروث الثقافي وفعلا شاف اللبن بيجي منين وده فعلا أبدا أبدا يمكن ما شافش شكل الحيوانات ديت مثلا لكن خلينا نقول أنه طغت على البشرية عموما موروثات ثقافية خاصة بكل منطقة حتى نلاقي أن كل بلد لها تقوس ولذلك كنت بقول لحضرتك في الزواج تقوس الزواج كل بلد لها مثلا يقول لك الشاب هنا العريس هو اللي يجيب مثلا المطبخ والشاب هنا هو اللي يجيب كل الحاجات مش عارفين في بلد تاني يقول لك لو الله ده احنا عندنا العروسة هي اللي بتجيب الحاجة الفلانية والشوام مثلا احنا البنت ما تجيبش حاجة خالص والولد أو الراجل هو اللي بيجيب كل شيء وهكذا بالزبط فدي أيضا من ضمن الموروثات الثقافية الكرم الشجاعة الادخار والاستثمار صفة يعني كلنا ورسناها لكن لكل مجتمع شواز ولكل قاعدة شواز طبعا يعني واحد من ضمن الأمثال الشعبية ودي فقرة يعني جزئية عايزين تكلم فيها انه يقول لك مثلا الارش الابد ينفع في اليوم ليسود وبالتالي يتدخر ويستثمر يعني خوفا من المستقبل وخوفا من الضغوط ومن المشاكل اللي ممكن تواجه ومع ذلك حد تاني لنلاقيه يقولك يصرف ما في الجيب طالما حضرتك ذكرت ده هتلاقي ان أولا الأمثال الشعبية يعني مثل رائع لانتقال المورثات وهي تعتبر يعني من الأشياء الجميلة أو الفنون أحيانا بيعتبرها نوع من أنواع الفنون اللي رسخت مورثات معينة متأصلة في المصريين ازاي حاجة بتشوف الأمثال الشعبية وعلى فكرة كل دولة لها أمثالها ولكن إحنا أمثالنا الشعبية أحيانا تلاقيها بتناقض بعضها البعض أحيانا تلاقيها بتعبر بشكل وجيس جدا عن قضية مهمة ممكن تتحل في محاكم الأسرة ممكن تتحل في يعني محاكم عرفية كلها تتلخص في كلمتين قالهم حكيم قالتهم ستة كبيرة ما نعرفش وإنما يعني انتقلت جيل بعد جيل الأمثال الشعبية قد إيه بتقدر أنها ترستخ لفكرة التراث في الحقيقة هي الأمثال الشعبية هي ناقلة الحضارة حقيق أجدادنا وأسلافنا الكبار دول كانوا فلاسفة حقيق لما نيجي نتفكر ونتدبر في الأمثال اللي كانوا بيقولوها لنا نلاقيها بتتنفذ على أرض الواقع ونلاقيها بتحصل معنا عرفوها منين خبرتهم في الحياة إحنا عشان نحافظ عليها طالما مؤمنين بيها لازم نحافظ عليها فنبص نلاقي زي ما كنت بقول لحضرتك يقول لك القرش الأبيض ينفع في اليوم ليسود فكان يتدخر ويستسمر عشان مثلا لما يبقى عنده مشكلة قدام عنده عقبة عنده يعني ضائقة ما يروحش لحد ويقول الدين كتير من الأمثال هو بمثابة رسالة وبالتالي لما ينق الرسالة من جيل لجيل ولما نحافظ على هذه الأمثال من جيل لجيل وبالتالي نبص نلاقي أنه يعني أيضا لكل منطقة جغرافية الأمثلة الشائعة بتاعتها ونمثلة الشعبية بتاعتها يعني نبص نلاقي في كل المجالات في الزواج نلاقي أمثال وحكم ألوها الناس الكبار عفوا في المآتم نلاقي أمثال نلاقيه متمسكين بحاجات ويعني مطلعين لها حاجة وكأنها قاعدة ومبدأ بيحفظوا عليه صحيح الممنوعة في مجتمع مسموح في مجتمع آخر يعني من ضمن الحاجات اللي هو أنا صغيرة مثلا كنت أشوف إزاي إزاي واحد ممكن يكون فيه معنامة موجودة ولكن بشروط أو يعني يختلفوا عليها في تفسير الأديان ولكن مثلا التعدد الزوجات نلاقي أنه فيه في مجتمع معين مقبولة وبشكل عادي لأنه خالتها كده مامتها كده العيلة كلها فحاجة تلاقي حسن هي طبيعية يعني حتى وإن تأذت نفسيا ولكن بتحدث في دول معين تلاقي مثلا إحنا عندنا هنا في مصر تلاقي معقولة حصل كذا ويبقى لأ لازم خراب البيت ولازم تبقى معملية قاسية جدا إزاي فيه بعض العادات اللي حتى ممكن لا تختلف مع الشرع وإنما هي تختلف كليا مع العادات والتقاليد والمورثات وبالتالي لا يقبلها المجتمع وتقبل في مجتمع آخر هي العملية نسبية شوية يعني فما أراها أنا مناسب حضرتك ممكن تشايفها مش مناسب خالص ما أراها أنا يعني مفيد ومهم وأن أنا قدمت حاجة جميلة جدا ممكن حضرتك تقولي إيه اللي بيقوله ده ده مفوش حاجة طبعه أي حد يقول الكلام اللي بقوله فين بقى التفرد وفين التميز وفين الكلام ده وبالتالي يعني حنلاقي أنه الجانب ده مهم جدا في أن احنا نغرس في نفوس أبنائنا من خلال عملية التنشاء الاجتماعية الحاجات القويمة من هذا التراث عشان نحافظ عليها وإلا هتضيع هتندسر وبالتالي ده مثال ده دليل حضرتنا ده دليل تقدمنا أبدا أبدا لن يرتقي أي مجتمع ولن يتقدم أي مجتمع دون الحفاظ على التراث والحفاظ على الحضارة لأن دي عنوانه ودي رسالة وزي ما قلت لحضرتك الحاجة التانية من أكبر الأمثلة اللي بتدل على أن المورثات الثقافية والتراث ثقافي بيأثر في تكون الشخصية وأيضا زي ما كنت بقول لحضرتك أنه لازم الإنسان يتفاعل لازم يفهم لازم يدرك لازم يتفاعل مع أقران وده حاجة على الفطرة الإنسان عشان يبقى اجتمعي لازم يتفاعل مع الآخرين خلينا نقول لحضرتك أنه عندنا كم مثال كده بيعكسوا أنه بالفعل التراث الثقافي ليأثر كبير الطفلة اللي هي كمالة دي طفلة هندية وجدوها في جحر زئب وبالتالي ما كانتش بتتفاعل مع بشر خالص ولقوها يعني ما فيهاش صفات من صفات الإنسانية خالص صحيح ما ده طبعا ده دليل على أن هي لو كانت فعيلة أو في مجتمع طبيعي إنما تبقى بدائية أو تتسم بسمات الغابة ده نظرا للتنشئة فمن هنا التنشئة مهمة جدا أنا بشكر حضرتك دكتور سعد شمس أستاذ الاجتماع بجامعة الأزهر أشكرك على وقتك وعلى وجودك معنا شكرا